أم أحمد من مصر تقول بنتها اشترت لها حلق ذهب تقول قلت لها إذا أنا مت قلت لبناتي تقول إذا أنا مت رجعوا لها الذهب أختي أم أحمد الله يبارك فيك و يرضى عليك و إن شاء الله طولة عمر على طاعة الله بالنسبة لقبولك لهدية ابنتك و قبضك لها هذا دخل ملكك بارك الله فيك دخل إلى ملكك قضية أنك تقولين بعد وفاتي رجعول هي هذا يعتبر وصية و الوصية ما تجزل الوارث إلا أن يأذن الورثة فقولك رجعوها بعد الوفاء هذا ما يصرح لماذا لأن أي إنسان يتبرع بعد الوفاء يكون وصية و الوصية لازم تكون بحدود الثلث و أيضا لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة فهذه بنتك وارثة فما يصرح لها إلا أن يجمعون الورثة و يقول أنتم موافقين و غير موافقين و أيضا في حدود الثلث لما نحسبها من مجموع التركة لكن إذا أحببت الآن رجعي لها الحلق هذا أو جبيلها هدية في المقابل مثلا أو تبيعين أو تشترين شيء جديد و تعطينا مكافأة لابنتك التي أهدتك طيب في الحياة أما بعد الوفاء أخطر الفاضل أنا ما أنصحكي ليش؟ لأنك ستدخلين الورثة في مشاكل خاصة و عندك ابن عاق ممكن هذا يسبب لأولادك مشاكل و يسبب لهم إحراج و يدخلهم في أمور هم في غناء عنها يبدأ يبحث و يطلع بعض الأشياء و يقول الله أنتم كذا و أنتم كذا فأنا أفضل أخت الفاضلا ما تقولين هذا الكلام إما أن تعطينها الآن أو تبيعين أو تشترين لها حاجة و تعطيني الآن و إلا ما يصلح مثل هذا طبعا هذه نصيحة أما الحكم الشرعي فلو قلت دخلت في الوصية و بنتك ما تستحق إلا أن يأذن جميع الورثة بارك الله فيك و أيضا تحسب من مجموع التركة بحدود الثلث بارك الله فيك إذا أذنوا ترجمة نانسي قنقر